في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أكد محافظ الغربية طارق رحمي أن إجمالية عدد مشروعات تبطين وتطوير الترع في مركز زفتة بلغ 34 ترع بنسبة إنجاز تخطط 51.2% وبإجمالي تكلفة تطوير 540.700.000 دنيا شدد رحمي على الحرص الدائم على استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال التي يتم تنفيذها وذلك لضمان تنفيذ كافة المشاريع بأعلى جودة وبانتهائها في الوقت المحدد لضمان حياة كريمة لكافة المواطنين بقرى مركز زفتة